بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطالبات وطالبات عن مرحلة السنة والعامة مرحبا بصف الأول السنة والأنس والسائزة لشرح وطبسيط قواعد اللغة الانجنزية إن شاء الله مستمرون معك فحالة تتباد منك بتاعك العام 2022 من كتاب جيم من العام 2022 مستمرين على الوحدة أربعة إن شاء الله النهاردة هنتناول إلى درس واحد واثنين تحديداً تدريبات الجرامر بتاعتها وده الجزء الأول من القاعدة اللي بيتكلم عن اللي هي آ وآن وإذا وانت أكيد شفت الفيديو بتاعنا لشرح هذه القاعدة بنلفت الانتباه ونأكد يا شباب والله إحنا بنشرح قواعد مش بس بنحل يعني القناة عليها كل المنهج بتاعك لمرحلة سنة والعامة كلها قواعد كل القواعد بتاع سنة والعامة موجودة على القناة بس أنا مش عايزك تكسل إنك أنت تدور عليها وتجيبها بالاسم تطلق بالقاعدة بالاسم اللي هي موجودة إن شاء الله عندك على قناة بتاعتنا شوف الشرح بتاعها ونبدأ على بركة الله باسم ومحيم التعديبات بتاعتنا على صفحة 200 واربعة أول جملة بتقول باسم ومحيم الرحلة بالقطار تستغرق إذا أورد كلمة أورد اللي معنى الحرف ديها ساعة طيب نحط إلها آه ولا آن ولا ذا ولا نؤرد كل ولا حاجة هنقول آن أورد يقول يا مستر إحنا مجيو نحط آن قدام الإسم اللي بيبدأ بحرف متحرك أقول لك آه طيب ما لقيتش حرف مش متحرك أقول لك طب اي رأيك في الصوت اي رأيك في الصوت انطق كده كلمة أورد هتلاقي أول صوت فيها متحرك تمام يبقى الحكاية يا شباب مش قاعدة بنحفظها صم وخلصنا لا في حاجة اسمها فهم ومرحوظات على القاعدة وارجع للمنحوظات هتلاقي اللي احنا بنقوله ده كلام سليم ان يجي مع كلمة أورد زي ما شفنا في الحل في الجملة رقم واحد طيب اتنين بيبدأ بفراغ جعلت من العالم مكان أظهر ايه بقى؟ بلينز هاف مفيش هنا اداة خالص ولا بلين هاز في اداة ايه ذا ولا سام بلينز بعض الطائرات طبعا نهو بتكلم عن الطائرات عموما ولا ديس بلين هزي الطائرة هو بتكلم عن ايه هنا؟ بتكلم عن الطائرة كاختراع يبقى تاخد اللي فيها ذا ان احنا قولنا بنحط من ضمن استخدامات ذا انها توضع امام الاختراعات هنا لما نقول ذا بلين معناها الطائرة اللي هو مبسوط بها اختراع الطائرة اللي هي الاختراع اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه الطائرة ده اللي خلنا اخدنا ذا بلين هاز اجابة وحي صعيحها فقموا رقم اتنين طيب نروح لتلاتة بس نرفع الشاشة شوية بيقول هيف ثلاثة احمد از احمد كذا يونيفورسي ستودنت يونيفورسي ستودنت معناها جامعة وستودنت معناها طالد يبقى نقول احمد ايه؟ نحط لها اه؟ ولا ان؟ ولا ذا؟ ولا نوع ارتكل؟ هنحط لها اه؟ عشان تبقى ايونيفورسي ستودنت الله يا مستر مش بتقولنا قبل نحطها قدام الاسم اللذي يبدأ بحرف ساكن اه طب مليو حرف مش ساكن ماشي بس الصوت يونيفورسيتي الصوت بتاعها ساكن يا صحيح ماشي اولها يو واليوم بتحركت لكن صوتها ساكن خد بالك من الملحوظات دي لان فيه جملة جاءت امتحان سنة يا عم السناني السنة اللي احنا فيها اللي هي كانت عشرين واحد وعشرين اسمها كده جاءت لهم جملتين والله جوفي امتحان سنة يا عم عن اه وان وزا وللأسف الناس عشان كانت ناسية طب جوف الملحوظة دي اللي هي استخدام اه قدام اسم بالنسبة لك يبدأ بيه انت شايفه يبدأ بحرف متحرك لكنه نطجه لا يبدأ بحرف ساكن او اه قدام اسم يبدأ زاكن بتاور اللي احنا قلناها من شوية العيالة الحمد لله ضربت فيها لخمة وضيعت الدرجة ينفع الكلام ده لم ينفعش حرام خسارة برضي معلومة فصلة اذا كده تضيع منك درجة في ساعة عامة هرام معلومة سهلة ما ينفعش نضيع عليها درجات الشباب الله يخليك ارجع القواعد وذا كده كويس والحكاة مش حفظ صم لازم تستوع بالقاعدة الاول ماشي وبعدين تركه الله يتحل عليها ماشي نحطه قدامها ذا لان الشمس شيء فريد من نوعه نحطه قدامه ذا ماشي اللي بعدها واتو جايف فراغ اكسايتنج فيلم ده يصفها وده الفيلم الموصوف ويهاف غوطشب اه يا له من فيلم اكسايتنج مثير اللي احنا جفناه ده طب نعمل لها اي بقى ولا اان ولا ذا ولا نوع ارتكل اكسايتنج بدأ بحرف المتحرك بتحط لها اان وانت ضميرك مستريح ماشي يا سيد صديقي حصل على وظيفة في ايه بقى وجاه فاكتوري ان المحلة اه الكوبرا ده اسم اسم منطقة المحلة ماشي طب حصل على وظيفة وده كلمة فاكتوري نحطه قدامها اه ولا دا ولا نوع ارتكل ولا اان هو حدد المصنع ده ان هو مصنع اسم المصنع ايه مش عارف ايه طيب ما حدد لهش يبقى انت عايز له اداة تنكير طيب ناخد له اه وما ناخدش اان كلمة فاكتوري تبدأ بحرف اف والاف دي سكنة بما انها سكنة حطه قدامها اه ماشي نروح لسبع وليفية انا زهبت للتسوق وشتريت ايه كمبيوتر فور مايسن كمبيوتر يعني جهاز حاسب اهلي وابني ايه منصن يعني ابني طيب ما حطوا لها اه ولا اان ولا ذا ولا نوع ارتكل كمبيوتر تبدأ بحرف ساكن اللي هو سين يبقى بارتو تحق الله اه تفيد التنكير انت اشتريت جهاز وخلاص جهاز كمبيوتر وخلاص لا حددت ماركيت ولا حددت استيعاب ولا الدنيا بتاعته كمبيوتر اه كمبيوتر وخلاص لان اه وان يفيد التنكير والتنكير يفيد التعميم لكن ذا لما حب استخدمها بانا كده بحدد ولذلك بنسميها ايه ايه انا عندي حاجة اسمها انديفينت 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 غير محدد اللي هما القاء والقاء وديفينت معناها محدد ودي نقص بيها ذا طيب نجهز نفسنا لجملة رقم تمانية بس نعليها في الشاشة شوية وبتقول تمانية يا سيدي فراغ كمبيوتر اه حاسب اهلي يعني له العديد من المميزات والعجوب واضح انه بتكلم عن الكمبيوتر انه اه اختراع يبقى هنحط له ان ولا ذا ولا اه ولا اه هنحط له ذا لان احنا قلنا نتكلم عن الاختراعات بذائه تمان ؟ ده كمبيوتر اللي هي مقصود بها لهذا الحاسب الآلي عموما ماشي تسعة فيها فراغي يقول لك فيها كاربينترز يوز النجارين بيستخدموا كذا غلاس غلاس اللي هو الزجاج اندي ايه وود كذا خشب. عشان يعملوا النوافذ. ليه الشباك لان الشباك من جزء خشب و جزء ازاز. طيب نحط ذا في الفراغ الاولاني ونقر ارتكل في التاني. ولا نحط ا هنا اجلاس. ونحط نقر ارتكل هنا. ولا ان في الاولى ونقر ارتكل في التانية. ولا نقر ارتكل هنا وهنا. الاجابة الصحيحة هي دي. ليه شباب؟ نقر ارتكل معناها لا اداء. يعني لا تحط لا اول ان ولا زا ولا اي حاج. ليه؟ لان جلاس زجاج داخامة. ويبود خشب داخامة. والخامات ما نحطش قدامها اي اداة. لا اه ولا ان ولا زا ولا اي حاجة خاصة. وده اللي خلنا اخلنا نقر ارتكل هنا. هنحطها هنا. ونقر ارتكل برضو في الفراغ التاني. يا جابتنا في جمع رقم تسعة. طيب نجهز لعشرة ونرفع لك الشاشة شوية عشان تشوف كمان رقم الصافة. المجرم تم اخذه الى ايه? هنحط اداء ولا ما نحطش ان اول سيجن. ها? نحط اداء اداء خالص. ليه؟ لان المباني اللي زي السجن والمدرسة والمستشفى والدونة دي كلها. اذا كان الهدف من الجملة اللي انت بتقولها. الحديث عن الغرض اللي انشئ علشانه المبنى ده. يبقى مش محتاجها ده مجرم. هوادي السجن. الله سيبقى ده رايح المكان اللي تعمل علشانه والسجن تعمل علشانه يحط فيه الناس اللي وحشين ده جميل. خلاص? لكن طبعا هتفرج الحكاية لو كنا من نتكلم عن المبنى ده بفكة الزيارة ربنا عافينا طبعا من زيارة مكان زيادة اساسي. ماشي? ولا حتى ان احنا نعد من قدامه. والمهم يعني. النقطة بتاعتنا المهمة هي ايه? ان الكلمة دي اللي هي بريزون ده مبنى. والمباني طالما انك مبنى طبعا حكومي او مبنى اه المهم انه هو اي مبنى رسمي زي هميقول. الحاجات اللي زي كده المدرسة والمستشفى والمباني للنوع ده. لو انت بتتكلم عن وظيفتها. يبقى انت مش محتاج ادى. لكن لو بتتكلم عن زيارة. لا دي بالهودة مختلف. هتحتاج تحطي لها ادى. الجملة اللي قدامنا بتتكلم على السجن في وظيفته الطبيعية. يبقى هناخد اجابة. النوع ارتكيل. اجابة حيص صحيحة في جملة رقم عشر. طيب. احتاج اش اقول لك فيها nothing is more important than. لا شيء اكثر اهمية من كذا فريدا من الحرية. طيب. هتحتاج لها دا ولا لا ا. نحط لها زان ولا ان ولا ولا نوع ارتكيل. طب ليه مستحطي لها دا. لان فريدا من الحرية بنقول عليها اسم معنوي. خلاص. ولا اسمان معنوية. ما تحطش قدامها اي ادى. لا ولا ان ولا زان ولا اي حاجة. يبقى نوع ارتكيل اجابتنا في جملة الرقم عشر. قد ناشى اقول لك فيها my uncle who is عمي اللي هو كذا. مهندس معماري. ها. is working at this hotel. يعمل في هذا الفندق. طب ار كي تكت مهندس معماري محتاجة قدامها اذا هنحط لها ا ولا انا ولا ذا ولا نوع ارتكيل. هنحط لها ان. لاني ار كي تكت المهندس معماري تبدأ بالحرف متحرك. وده اللي خلانا اخلنا لها ان. طيب. طب. يقول لك فيها this is. ولك هزا كهزا. First time. First time. يعني اول مرة. that that was. اللي از اي ايني. اللي هما الآن. طيب. طيب. طب. 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 حين يعني طيب محتاجة قدامها ا ولا ذا ولا ان ولا نوارت كل. this is the first time. اول مرة. نبدو من استخدامات ذا في الترتيب. اولا the first, the second, the third حاجة زي كده. اربعة شوف لك فيها. we are going to spend. احنا هنقضي ايه? week. اسبوع. with our friends. طيب week له اسبوع ده. هنجيبه قدامه ا ولا ان ولا دا ولا نوارت كل. هنقول اه week لان انا نحدد اهنا هو اللي. احنا من ضمن استخدامات او ان شباب تفيد وان. او ان هما الانين يساووا كلمة وان. اللي هو العدد واحد. ماشي? طيب ليه خدت ا? وخدتش ان. طبع من هما يساووا بعض لاني ويك. تتبع بحرف ساكن نطقا وكتابة والدنيا كلها. عشان كده اخدنا ا. ننحو صفحة بتين وخمسة عشان نكمل يا شباب. متين وخمسة عليها الجملة خمستاشر بدايتها بعد اتفره. جراف اللي هي نطقها صعي جراف. اللي هي الزرافة. اس كونسيدر ده توليس تاني مال ان دور ليد. جراف بناكد نطقها ثاني جراف اللي هي الزرافة اس كونسيدر ده توليس تاني مال ان دور ليد. اطول حيوان في العالم. طب نقول ذا. ولا اع ولا نوارت كل. هنقول ذا لان احنا بنكلم عن الزرافة كفصيلة من فصائل حيوانات. نحط قدام هذا. ذا. اجوم اللي بعدها بقولك فيها. انا نفس اشتري عربية. اوده انا اشتري سيارة. بط ولكن ايه بها? السيارات غالية جدا. نوادي سفايز الايام. اضع لها اه? ولا ان ولا ذا ولا نوارتكل. هنضع نوارتكل. ليه? لان هنا هو بيتكلم عن ايه? بيقولك ايه? السيارات عموما. فكده ما قدرش اضع اه قدام كارز. ولا ان قدر اعرفها بزا. لانه محددش انه معين. وبالكلمة ان السيارات عموما. ولما يكون الاسم جامع ازا كده الشباب طبعا ما ينفعش اضعه قدامه هنا هو ازا ولا اقدر اضع اه والان. فعشان كده اخترنا نوارتك الاجابة واحي صحيحها في الجملة رقم ستاشر. طيب. سيقولك فيها هي هادا دريم لاس ناير. حلم. حلم اللي الله اللي الي عدت. ماشى. ان كزا دريم اه. اه. شاف نفسه طوله عشرة متر. تمام يا سيدي. ماشى. طب نقول لها هيدي. اع ولا اان ولا زا ولا نقار تقول هناخد لها زا. طب ليه مستر زا. ماشى. خد كلمة ده معناها حلم. حلم يعني. ماشي. طب الكلمة دي سبق ذكرها في الجملة الاولى او لا? ها سبق. وبما ان سبق ذكرها هيبقى الاسم اللي انت جايبت قدامك ده اللي هو دريم في الجملة التانية. طالما سبق ذكره في الجملة الاولى نحط له زه لانه اصبح معرف خلاص. بقى معروف بالنسبة للمستمع. فخلاص تحطه قدامه زه. طمانطراش بقول لك فيها سارا وينتتو. سارا ذهبت الى وجاء في ده س города. مدرسة في القاهر. المدرسة كانت كبيرة? اه. المرة دي جاب لك التعريف هور نحية التانية. لبا انت هنا عايز troublesome اııı? ا ولا اللي اذا ولا ان ولا ا특ل. انا هاخد你看 وايه? هو طالما شوف الجملة تنجي على سبعتاش كده لحظة. شوف عمليه هو هنا هو. جاب لك اا وبعد كده دريم يبقى هنا هو نكر في الاولى. وعرف في التانية. هنا في الجملة اللي تحت اللي 18 عمل عكس. جاب المعرفة هو في الناحية التانية علشان يقول لك ادي تنكير وهنا. اه? ما دي كلمة تسكول اه? هي هي اللي هنا. هنا جاب لها زا. يبقى فضل اللي يحط اللها ايه هنا? يحط اللها اه? اللي هي ادات تنكير. طالما عرب في ناحية ينكر في ناحية. نكر في ناحية يعرف في ناحية. ايه? بجملة 17 و 18 بيتبادلوا مع بعض فاكتين مهمين جدا ان يجيب ادات التنكير في 17 قدام الاسم. وبعد كده هطلب منك الاختيار لزا في الجملة التانية والعكس حصل في جملة رقم 18. طيب. نروح لتسعة عشر بس نرفع الشاشة شوية. خليها هي لزاهرة. وبيقول لك فيها انا احلم بزيارة كزا البيس اللي هي سلسلة جبال القلب. يبقى نقولها بان ولا ا ولا دا ولا نقارتك اللي هنقول زا. اللي هي مستر. لاني سلاسل الجبال ولا نهاره المحطات والدن دي كلها. نيجيب معها ذا. هشي مولا فيها انا معلم لغة انجليزي. جميل. دائما ما استمع او غالبا ما استمع لبرامج الازاعية. اه محتاجة اداء دي? اه? ولا ذا? ولا انا ولا نوارتكل? ليه? لان اللغات ما بتاخدش اداء. خلاص? انجليزي فرانسا والالماني. او زا ما انت عايز لغة ما تحطش قدامها اداء. ولو اعتبرتها مادة دراسية برضو مش هتاخد اداء. طيب واحدة عشرين بيقول لك فيها. باريس اللي هي مدينة باريس ايس كازا كابتال او فرانس. اه عاصمة فرانسا. ايه? بنقول قدامها اه? ولا ان ولا ذا? ولا نوارتكل? هنقول ذا لان انها بيعرف باريس دي ايه? عاصمة. ايه? دا كابتال. لازم يبلاها اداة تعريف. ايجنا نوشي بدأ فراغ ليك ناصر بحيرة ناصر ايزن اسفان? طيب ليك ناصر طب نحط قدامها اه? ولا ان ولا ذا? ولا نوارتكل? هنحط قدامها نوارتكل ما فيش اداء. ليه عم? لان ليك هنا اللي قدامك انه هو ليك ناصر بحيرة ناصر خلاص? هو جاي اسم عرف ليك. فمش محتاجة قدامها اداة. خلاص فبقيت ايه ليك ناصر بحيرة ناصر خلاص اتعرفت. مش محتاجة انها تحط قدامها اذا ليك ناصر ولا ليك ولا اهن. ليك ولا الكلام من دا كله. ما يرتخدش هنا اداة اساسا. فعشان كده اخذنا الاختيار جي. نوارتكل. تات عشرين بردو بدأ فراغ. تعمل اي اي ام توكينج اباوت از دي مياتا. مدينة. طبعا انا مضطر اقول ايه المدينة. اللي انا بتكلم عنها هي مدينة ديمياد. طيب. نحطها بقى ولا ان ولا زا ولا نوارتكل. هنا بقى مجبر تجيب زا. ليه لانه حددت انه مدينة والذا تاون المدينة. اللي انا بتكلم عنها هي مدينة ديمياد. نجهز لكم رقم اربعة ورشين. ولي بقول لك فيها فراغ فيزيكس اللي هي الفيزياء ازا ديفيكلت. ساحية مادة صعبة لك انها مادة شيء. طيب. نقول لك قدامها ايه بقى? ا ولا ان ولا زا ولا نوارتكل. اجيب لها ايه بقى الجملة رقم اربعة ورشين? هنجيب لها نوارتكل. طب ليه مستر؟ المواد الدراسية ما بتحطش قدامها ادوات. ما قولش ازا فيزيكس. لا. قطع. ولا ان فيزيكس. ولا اه فيزيكس. برضو غلط. احنا مش محتاجين هده. لان ازا ما قلنا فيزيكس دي مادة دراسية. فانتو عشين بقول لك. انا غالبا ما احب ان انا استمع الى كزا. ميوزيك. طب ميوزيك انا هو نجيب قدامها اذا ولا اه ولا ان ولا ارتكل. مش محتاجة ده خطس. انا وحب ان استمع للموسيقى. اي موسيقى. خلاص? والموسيقى هنا هو من الاشياء اللي ما ينفعش اجيب قدامها اداء. لاء ولا ان ولا زا ولا اي حاجة. خلاص? طبعا اللي ازا احددت مسلا احددت نوع اه نوع الموسيقى اللي انت هستعلمها تسمع او مش بحدده. هو بكلم عن اي موسيقى عمومة فان اي نحط قدامها? لا اداء. نسيبها من نسيب المثال فاضي زي ما انتشاف كده. ستة وعشين بقول لك. كلنا نعلم اني ماشي اني ايه? اللي هو المخ. ما ينفعش انه نقوله. يعني اعملوا عملية نقل من مريض لمريض يعني. او من شخص سليم لشخص مريض. ما ينفعش. هننقل المخ ازاي يعني? طيب واحنا بنعمل فم هنا ولا ايه? ما ينفعش طبعا. طيب اه? ولا ان? ولا ده? ولا نوارت كله? هنقول ده. لان انا بتكلم عن عضو من اعضاء الجسم. ده المخ. حددت انا عضو في اعضاء الجسم اللي انا بتكلم عنه. فعشان كده قلنا معها ازاي. طيب. انا جاهز سبعة وعشرين وكمال نشوف رمعها رقم الصفحة. يقول لك ايه بها في سبعة وعشرين. بمان اوبر ذير. الرجل اللي هناك بيجمع مال لايه? دف. دف اللي هم الصم اللي هم لا يستطيعوا ايه السمع. نقول ا ولا اان ولا نوارت كل ولا ذا هنقول ذا. طب ليه لان احنا قلنا ذا ونجيب وراها دف. اللي هي سفة. ذا دف معناها الصم. دي يقصد بها فصيلة باكملها مجموعة من الناس. لما اقول ذا دف داريتش دا بور الحاجات. تمانية وعشرين بيقول لك فيها. خد بالك من القاعدة دي اللي هي ذا مور ذا مور. انا دين قلتها لك. اللي كلما زاد طرف اليسار يزيد طرف اليمين. يبالك كده خلاص حددت لك الجملة. اهي. بيتر. ريزولتس يو جيت. يبالك نقول ايه? اه ولا ان ولا زا ولا نوارت كل. زا مور ذا بيتر. اهي. لسه عشرين مولا كنت ساجد باسكت ميد اوف كازا بلاستيك. انها سلة جيدة مصنوعة من ايه مادة البلاستيك. طيب حط قدامها اه. ولا ان ولا زا ولا نوارت كل. حط نوارت. ليه? ان انا لسه اي مادة البلاستيك. خامة. فما انها خامة ما يجيش قدامها ده. طيب ماشي. نروح له جملة القاندة اللي دي قولك فيها. العمي بيشتغل بحار. ماشي. اللي بيقضي معظم وقته. ايه? ات ذا سي معرفة. ولا اه سي منكرة بها. ولا ان سي منكرة بان. ولا سي. لا. سي. الله ليه عمي? لاني ما ينفعش اجيب قدامها ادابة. بقولك انه عمي بيشتغل بحار. بما انه راجل بيشتغل بحار. يبقى وقته كله يقضيه فين? يقضيه في البحر. اي بحر. اي مية بالنسبة له. خلاص? فتبقى هنا هو سي. ما ينفعش احطه قدامها. زال انه محددش انه بحر. مهلش ده ميدي ترينيان سي. مسلا. ولحتى ده ريت سي. ولا الكلام من ده? لا. مش بتكلم عن حاجة معينة. فبقى ايه? زي ما انت شايف كده هو طبعا اه سي خطأ. وهي ان خلط لانه هنا بيقفل بها جملة. وبتكلم عن انه بيقضي وقته في البحر والابحار. عموما تأخذنا سي بدون اداة ايجابتنا في جملة رقم التلاتين. طيب. ننتقل لصفحة نسيبتها علشان نروح لتدريب جديد. جديد بمعنى يعني مش تشوز يعني. اه ده الاصول بكلم الجديد. وهو تدريب الكتابة اللي انت عارفه وتخلاص بيت بتعود عليه. نجاهز الكتابة. تمام? هنشوف القطع اللي قدام ده زي ما احنا بتعودين يا شباب. وهنبدأ نكتاب. ماشي. بقول لك كيف يعني. في بداية قرن العشرين ما كانش فيه بنات كتير بيروحوا التعليم في ناو اتس الان دلوقتي. دون اختلفت. اه حدد الكلام اللي هو بتكلم عنه. الفترة اللي هو بتكلم عنه. يبان اقول ايه? نقول ذا باست. ماشي. يبان اهو عايز اقول ايه? ذا باست. دين اختلفت دلوقتي عن ايه? عن زمان. ماشي. there are nearly so many girls in secondary education. في تقريبا يعني عدد كبير من البنات اه في المرحلة السنوية. طيب عايز يكمل الكلام. شوف الكلمة اللي استخدمها هنا. استخدم ليه? ماني. طيب ماشي. يكررها هنا تاني. يكتبها تاني. ماني برضو. ماشي. تمام. يبانا عندي في الدراسة الجمعية. تمام. الجملة اللي بعدها بيقول لك. about 20% حوالي 20% of people who work in ايجب. من الناس اللي بتشتغل في مصر are women. من السيدات. women's health. صحة المرأة is also getting bitter. بتتحسن. دي جملة خلصانة كده. طيب ايه بقى recent report? recent report معناها تقرير حديث. طيب واضح الافرادة هو? واضح. حاجة مفردة يعني says ودي تأكدها. يبانا عايز اداة تقول اني دي حاجة واحدة. يبانا نقول ايه? ا. الله. طب ليه خدنا ا وما خدناش ان. عشان كلمة recent تبدأ بحرف ساجة. ماشي. دراسة حديثة بتقول اني if you are children. اه عدد اقل من اطفال and mothers and mothers have health problems عنديهم مشكلة صحية. ماشي. طيب. than they did 100 years ago. اكتر من اللي كان بيحصل من مئة سنة عادة. ماشي يا سيدين. in nineteen sixty في سنة ستين. موظم السيدات. كانوا بيعيشوا عمرهم لحد ما قبل سبعة عربية سنة. يعني حد سنة ستين كان موظم الستات بيموتوا لحد السنة ده يا ربنا حافظ. طيب. today most women live to be older. موظم النساء حاليا بتعيش انها هتبقى اكبر ايه? خمسة سبعين. احتكد اهو اه اه كلمة تدل على المقارنة. يبانا انت عايز than. بيعيشوا اكتر من خمسة وسبعين سنة. ماشي يا سيدين. نجهز قطعة التانية. نخليها اللي ظهر قدامنا. واللي بيقول لك فيها. ايجبت is a country in northern africa. مصر دولة تقع في شمالي افريق. ماشي يا سيدين. انت فيها اللي هي مصر. there are major cities. مدن رئيسية. لايك كايرو القاهرة جيزا جيزا. انا لك سامري. ماشي. مش محتاجة لجمال خلاص. ايجت's official language. اه. اللغة الرسمية لمصر عاربك. اه. اه. اللي نايسني هنا. نايسني فعل. اعز اقولي. تكون. يبال اللغة المصرية اللغة الرسمية لمصر تكون اللغة عاربية. موظم المصرين ليف ان نايل ريفر ذالي. اه. نايل ريفر ذالي. طب ايه اللي هيجي هنا هوها. عايزوا انهم بيعيشوا في الواد بتاع النيل. واد النيل. عايز اعرفها فتبقى ذا. معظم المصرين بيعيشوا في واد النيل. ذا نايل. لان نهر النيل من الكلمات اللازي يجب ان تعرف بذا. ايجبت هاز امال دوهذا. النقس بتاع مصري. سكوايز الحمدلله. عنده سياق اسمها. اللي هي معنى الحرف اللي هي اطوال العامية. طيب. منزل الحيونات البرية. شاعة في مصر لان نموظم مصري is vast desert. صحراء واسعة. طب اللي نايسني هنا. نايسني اداة التنكير A. A vast. لان الصفة vast معناها متسعة. تبدأ بحرف ساكن. محتاجة قدامها اداة تنكير A. طيب. القطعة التالتة. بيقول لك فيها. the number of crimes is increasing nowadays. رقم الجريمة. عايز اقول لك عدد عدد الجرائم يعني. مالنسب اللي ابتزات في هزي الايام. طيب ماشي. this is a بقى. هذا مشكلة خطيرة. that requires a radical solution. محتاجة حل يزري. طيب. انا عايز احط اداة قدام السفة. نقول A. ماشي. we must no. يجب ان نعرف كزا different reasons. ah different reasons معناها اسباب متعددة. طيب محتاجة ايه قدامها دي? for crimes. انا عايز احط قدامها هذا التعريف. the different. عشان احدد. انهي بقى ايه الاسباب اللي بتأدي لده. بتقول الاسباب دي مختلف يعني. بقول لك we must one our use against committing crimes. يجب ان نحذر اه شبابنا ضد اه ارتكاب الجراء. also we able to avoid watching crime films. ايه ان احنا نتجنب مشاهدة الافلام بتاعت العنفنين? طيب. اه او الجريمة تحديدا يعني. يبقى اللي نايسنا هنا هو. ده كده بيوجه شيء يشير الى الضرورة او الاتزام. يبقى نقول have to. we have to. يجب علينا هو يتحط معنا. طيب. by doing so. بالفعل ده. اللي هو ان احنا منشوفش الافلام بتاعت الجرائب. we may are able to. دي صياغة فاكرها. be able to. بمعنى يكون قادر على ايه. we may be able to solve this problem. ماشي. نروح للقطعة الرابعة. وكمان ظهرت معنا القطعة الخامسة ايه. يقولي في قطعة رابعة. the life of a famous person. حياة الشخص المشهور. isn't an easy one. حياة مش سهلة. it's very busy and fall of troubles. دنيا فيها زحمة يعني. مالي انا مشاكل. and responsibilism وسليح. they are they are they are smelling. sorry. smiling. they are smiling. هما بيبتسموا. but in fact they are sad. يعني ممكن يضحك كده وتلاقيه فاساسا زين يعني. and their time كذا arranged for them. آآ بيترتب لهم. يعني ايه مش هو مش قادر نظم حياتهم. ده بيجي نبس جيب ناس ترتبها له. is الجملة هنا فيها بناء المجهول. في زمن المضارع القصير. ماشي. طيب. newspapers and magazines. المجلات والجرائد. بتعملهم بقى. right about them. تكتب عنهم. and sometimes about a personal lives. حياتهم الشخصية. personal lives كده واضح ان يجي ايه حاجة ليه حلقة بالملكية. طب انا عايز اجيب ملكية لمين انا? عايز اجيب ملكية للفنانين. يبقى نقول ايه بقى there. ماشي. حياتهم ايه الشخصية. lives and this and noise. طبعا ده بيضيقهم بيزعقهم. هاو افر على اي حال. great number of people desire to enjoy. اه اه. طبعا اه بقى انا اذا اقول ايه صفر معناها عظيم. طبعا اذا احط لها اداة. ايبقى نقول. a great number. بمعنى عدد كبير جدا من الناس يحبوا انه هم اشهد. ليسوا على درايب اللي هي المتاعب. اللي بتصحب الشهرة دي. كده انا محتاج بقى هنا بقى اه عايز اعرض بقى. the. محتاج احط انه هو the. ماشي. the troubles اللي هي المتاعب اللي هم ممكن يتعرضوا لي. ماشي نروح للقطع الاخيرة وكمان معها نشوف رقم الصفحة واللي بيقول لك. I think life in the future. اعتقد من الحياة في المستبل will be more comfortable. اتكون اكثر ملاءمة and easier واسهل than our life today. من حياة ندبتها. every family will have its home. كل مدينة او كل عيلة او عفوا نحب عندها منزلها. ما كأنها يعني. كذا sun will provide us with the energy we need. sun اه شيء فريد من نوع. يبقى محتاج اداد التعريف ذا. the sun. طيب. will provide us انها زودنا بالطاقة اللي احنا محتاجين. every home. كل منزل. ما له بها. will have two or three computers. يبقى عنده جهازين ولا تلاتة حاسب آلية and everyone will talk to their friends. والناس كلها هتكلم مع اصدقائها. on internet. اختراع ولا لا? اختراع. يبقى محتاج الاداثة. the internet. طيب ماشي. جميل جدا. nobody will use telephones more. في عندك سياغا انت اسمها anymore. يعني يبقى تاني. مش هيستخدمها تاني anymore معناها خلاص محتاج اكلم بتليفون تاني. I think you اعتقد ان احنا travel more. تسافر اكتر. as planes will be. اه يبقى هناك كلمة الحاجة في المستقبل. يبقى هنقول will. مش هو بيقولنا اعتقد يبقى هنا هو بيتنبئ للمستقبل وتنبئه ليس له دليل. يبقى اقول لك ايه? will travel more as planes will be faster and cheaper. perhaps we will fly. وزا موء يمكن نسافر الى القمع. تمام. كويس خلاص. وكده يكون انتهى تدريب القواعد. الدرس واحد واثنين. الوحدة اربعة. فكن ان شاء الله لسا لايزا لدينا العديد والعديد من تدريبات الملحك بتاعك. انتظرنا ان شاء الله في فيديوهات اخرى مع مع معلم خبير اللغة الجزية. مستر يوسي عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.